شعر من أم كاتش مشي لعندي حبابها و جيرانها و كاتتلق فلوليدات دولها كاتتنساهم و كاتقولوا لهم ما في أمان و لكن لا حيث في هذه اللحظة و انتي في عالم وحد آخر و ولدك و بنتك يقدر يكون كيتتعرض لشي حاجة اللي هي خيبة اللي تقدر تعقده و عمرك ما تساقي لها الخبار حرقتنا الليلة هي ربما قصيرة ولكن ما بغيتش ندوزها مورو الكرام حيث الموضوع ديلها و الحكاية و التفاصيل دولها فعلا عبرة للي والدين باش النومي و اللي واردتو البال السلام و سلام و مرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي كنتم لكم تكونوا باخر و لا خير و أموركم هانية و أحوالكم طيبة مؤنسكم في الكوزينة عادت إليكم من جديد مني ما كتابعوني كانت لكم أحر تحييات دولي و خاشتكم هذه الأيام رأيكم مازال شبه غائبين حيث أغلبية المتابعين لأوفياء دولي ما تبنوشي التعليق دولهم بالنسبة للحلقة نتعول البارح منكم بزاف اللي طلب مني الرقم التعالي فقيه أو لا سيد لأنه ليس فقيه ولا راقم ولكن هو شخص متمكن لينجح في أنه يخرج الجن من الثلاث نتعاليك البنيتة هذه هي صفا فأي واحد طلب مني النمراء حاولوا أنكم باش توصلوا معها في الخاصة انستغرامي باش نقدر نعطيها لكم من بعد ما اخذينا بطبع الحال ليدن ديالو إذا كنت يجيز على قناة نقول لكم مرحبا بيك وإذا كنت من أهل الدار كيف العادة الدار دار إذا كنت يبلغ بلاد المحتوى كي يستحق الدعم فما تبخلش علي وتضغط على زر الإهجاب التحت لما تكلفك أي شيء مجهود وتخلي لي شيء تعليق ولو في غير نقطة حين لا تتعطلش عليكم أكثر ونقول لكم لين نبدأ أنا هيبة وأنا بنيتة بحلقة على البنات عيسي لي اللعب وانضحك ما كبرتش وصل المشاكل والذي كانوا قرب مني بزاف وضراف ما عندي حتى شيء مشكل تجاه عائلتي كانوا عندي صحابتي بزاف كنا نتكنين في واحد دار اللي كل شيء غديم زيان وهو هذا وكانت مع أي أختي اللي كبر مني من مراها غدينا رحلوا وجينا لدار واحد أخرى اللي كانوا نتكنين فيها من تحت منا الجيران أنا ذلك باقي كانت تذكر كانت عندي سبع سنين هاد الجيران ماما هم كانت صاحبة ماما وكانوا عندهم ولاد بزاف كانت ديما ديك سيدة اللي يومهم كانت بغير ترسجم معنا تقضي معنا وhindوذ معنا الوقت واحدة ماما كانت نفس الحاجة ديما كانت تتسابط لها عندها كانت ديما ماما تتسابطني معها كان عزيز عليها انني انتقلس معهم وبالأخص ما عندها ولدتها كنت يعجبني اللعب معهم واحد فولدها ولي كان كبير كان ديما تتبغني انا اللعب معها وانضحك معها ديما وقت ما عبدتنا اللي عندهم التحت تقالي ماما خليها تجي تلعب معي خليها تجي عندي البيت وقد نعطيها البيتسة ديالي وقد نعطيها الكوراة تلعب بها ونطلعه الاسطاح أنا كنت نفرح وكنت نطلب ماما أنها تخليني راني غير حدا كماما عافق كنت نمشي معها غير حدا كنت ندخل البيتو كنت يسدك الباب السقطة وقد يدير ريدو عشر جل وتييقولي يا شوفي غادي ندل واحد الحاجة باش نلعبه وكنت كان فرح وكنت نتاق به شمرات مثلا كنت يعطني البيتسة أنني نلعب فيه وتييبدأت يقولي إذا بغتي ندير لك هذه اللعبة اللي كانت يطمعني بها حتى يدك فهذه البلاصة وإذا بغتي هذي ديري هذي يبدأ كنت تتقرب مني ويديرش حال من حاجة في ذاك السن اللي كانت عندي في أنا ذاك سبع سنين كان عند بالي بلي أنه ورش حاجة عادية بش هذي نعرف أنا بلي رخيبة كانت تقسني في أماكن اللي ما عندش الحق شي دري أو لأي شخص أنه يحتفهمي إديه كل نهار كنت كان هبطل عندهم كل نهار كنت كترش حاجة بحلاكة ماما ما كان لهم هاش حيزاش ما كانت عارفهش مواقع وأنا ما كان قولش لها حيث كان كيت حبيب لأنه ذاك شرع عادي وكنت كنت لها في اللعب وهذا شي غادي يدوم السنوات بعض المرات كنت يطلع للسطح ويقولي يا يلا لعبوا كورا وكانت بعوه ويبدأ كيتجرد من الملابس دياله كيتقرب مني شلح ويجلي الدارو اللي في المفروض أنه ذاك البنت في ذاك السين ما تعيش هونش حتى تزوج كانت ديمة نفس الحاجة كالتعاود كنت ندخل الدار بحالة ما كان ينواله وحتى هو ما كانت يخليه حتى شي دليل عليها وما كانش يعملني بالعنف حيث أعرف شنو كانت يدير أنا صافي كبرت ودست السنوات ونسيت ذاك شي كامل وشنو واقع كنت عقلة على حاجة واحدة بلي أنا وذك خينة راني كنت اللعب معاه ومبقىش عقلة على شنو دادلية كان نكون هابطة في الدرج كانت لقى معاه وكانت قوليه سلام لا بس أولا ما كانش يقدر حتيه شوفيه ولا يرطاه ليه كان كيتهرب مني ويبدأ كي يحمر ويصفار وانا ما كنش عارفة علاش حتى وصل الوقت فاش أنه كان خصو يمشي يكمل قريته على بره ومشى أنا عادي عايش الحياة ما مفكرة حتى شي حاجة تلوا حد النهار كنا قاتل ما بالعائلة كانت تفرجوا في واحد المسلسل سلامات أبو البنات اللي كل شي فيكم تيعارفوه ويديد في واحد اللقطة على أساس أنه واحد البنت عندها عقد خيبة في حياتها بسبب واحد جارهم اللي في صغرها كان كيتحرش بيها وانا كنت قلتها مع واليدي واختي كانت تفرج وكانت فتره وانا كنت تفرج خطري تزييرات علي في ذاك اللقطة ما عارس ما نقول تنقول مع راسي هيبا وانا كيتزيرتي تيمارك بقيت نشوف ولقيت باللي انه ذكر الراجل تقربها منه وكيحطاها اللعاب وانا هنا عاد فهمت اللقطة في المسلسل باللي انا وهي تعقدات وذكرها وانا كنت راجل غادي انتحر حيتاش اعرف وتعرف ذاك شي اللي كانت يدير انا كنت تفرج وانا كنت تفكر بحي لا ترفقني وانا كنت تزيرت وانا كنت تقول عدونا عشتا راجم اعشتا راجيم هاكتا نعودها غير بوحدي شافت فيما مامو قلت لها مالكاهيبة ما عارت بول وعارت تزيرت بحيتي ممكن مقات فيها ذاك الساعة بديت كنت تفكر كل شي ذاك شي اللي كان يدير لي وكيفاش كنت يجرني واشو كنت يقول لي ما حويش خيبين بزاف اللي اي واحدة غادي تفكرهم غادي تكرح حياتها ويمكن تقدر قاعد انتحر ذاك شي اللي تذكرت كان ديال زنقة اللي مخصصوش يدار انا كنت تستعدي تنبكي انا كام بكي ماما كنت تقول لي مالك كل الارا بقات فيها عشتا رايب حالكك اختشافت فيها عاقت بيها وشكاتب اللي انه وشي حاجة ماشي يحتلهي بابا بديت في يقول لي يا راكين بحالة النعلي وخيب انا انا صديت عليها في البيت وديت انتفكر كل شي ما نهارها بطل عندهم حتى ذاك السنوات وكيفاش ذاك الشي اللي كان كيت تعاود كل نهار لمدة سنوات جا تخلت عندي اختي وقاتت لي يا مالك ووالو قولي لي يا مالك بديت كان بكي واش قاسك شي حد واش تحرش بك شي حد ذاك لا بس بديت كان عاود لها وبديت كانت بكي وقاتت لي يا الشي هو راولي ما كيسواش غادي عدد بوربي في الدنيا وانتي راك مدر تيوان وكنت باري او عندك خاس بسنين في ذاك الوقت غادي نطايح في اكتئاب وحزن اللي كان خيب لا ماكلة لا شراب لا خروج لا حتى شي حاجة بديت كان في اللوم فرنس وكان قول انا اللي خليته انا السباب انا اللي ما قلتاش لدارنا بحالة بغي يدخلني الحماق ذاك الوقت تنقول باللي انا واتش اللي ترى بسبب ماما وهي اللي ادتني اللي عندهم بقيت كان لوم فيها في بالي حيث معاودش لها هاد شي دون ذاك الوقيت ضعفيت واللي كان فكر بغا غير نتحر ونسهلي حياتي كيفاش انا بقى صغيرة جواحد دار لي بحالكا شمود من بي كنت صغيرة فاش غلط مع بزاف دي الاسئلة اللي كانوا تيطحوا لي يا فراسي حقدت علي ذاك السيد واخاكك عمرني ملعيت فيه حيث عرب لي انا وربي غادي ياخد لي في حقي من هاديك ما بقيش كامشي المدرسة وكرهت مطلقة بالدراري وما بقيش كامحملهم وليت كان طلب الموت حيث كنت كان تفكر الوحشية اللي كان بيها معايا ولي كانت خيبة بزاف ولي كانت دار بصراحة غير مع دوك البنات ديال الليل اللي هما اللي كيختاروها والارادة ديالهم اللي يعفو عليهم كيفاش قدر يجرق يدير هكا مع طفلة عندها سبع سنين بريئة ما كتعرف هوانو دازل وقت وما ما كتشوفني في ذاك الحالة ماش يحتل هي ومع اني ما كنش كان صلي داك اللي وقيتها غادي تقترح لي يا هاي بابنتي صلي ربا ما محتاجة انك تتواصلي مع ربي فعلا توضيت وطقتك القبلة وصليت معاك نسجد قسم من بالله لك نحس بشي حد مع النقني بقي كان بكي كان بكي واحد اللي بكى اللي كان هستيري غادي تمزل الى خطري السكين والطمار نينة والامان بدي تنقول حتى شي حاجة ما غادي تقسني تاحد ما غادي حط ليه ما زالي ديه سجدته تنبكي وتندعي الله وتنقول يارب عفك خرجني من هات حالة اللي انا فيها وقوضني مصيني وخرج من قلبي هات الشي كامل تنحس به رك عرفني يا رب كيفاش نديره وشنو كان تنيتي داك الليلة غادي نعز في السجادة ديالي والدموع نازلني من عيني وكان سكات وششكات طيح عمرني ما حسيت بالراحة في حياتي حتى لديك الليلة لغد لي صباح فقط انسانة واحدة اخرى بحيات ذيك اللي كانت تبكي البارح ونحسيت بداك الحزن كانت واحدة اخرى بحيات غير شي زوباعة زازعتني ودهست فقط ناشطة وكانت تفكر لي لدي البارح وتنقول انه ربي وقف معايا وصف غادي مدى حياتي من جديد بديتك نخرج كنناكل كمشي ندرسة وعش تحياتي تعلمت انه اذا وقعت لي اشي حاجة بحال هذي ما نسكتش عليها حيث كانت تعودت لي مرة التانية وما نسكتش عليها وانا حسيت بوحد الفخر انه كان ندافع على رأسي باللي انه ما غا نخلي حتى شي حد انه يحط لي يديه بسبب ذلك الليلة اللي رجعت فيها الذكريات بحيلا تهزت انسان وتحطت انسانة واحدة اخرى اللي هي واعية وعارفة باللي انه حتى شي حاجة ما غا تقدر تهرسها ولا غ غادي تغلبها بالعكس ذك شي يقدر فيي النفس وهذا الشي هو اللي بغي تنوصل للناس هو اللي بغي تنوصل لكل حزين لكل يائس لكل فاقد امل باللي انه اذا اطرت لك شي حاجة خيبة في حياتك غادي تخضع من الجانب السلبي وغادي تأطر على حياتك وحياتك هنا انت اللي غادي توقف اما العالم راخ الدام وغادي بقوا يقولوا هادك مسكين سد عليه هادك مسكين مأزم ما يقدروا يدير لك وانو اذا انت ما غيرتش نفسك انا الحمد لله اليوم ذك شي اللي كنت تنحلن بياه فقريتي وصلت ليه بسبب هادش اللي وقع ليه تنشوف وليديه وتنقول هم مساكن مخلا وما داروا علاق بالنا وحاط نجهدهم كامل معنا واللي بغينا هاك نلقوها ما يمكنش نجي انا نغرق في الحزن ديالي لما غادي يزيد ليه حتى شي حاجة ايجابية في حياتي وغا يمرضهم اكتر تنقول ديما اذا تلقيت هادك الانسان وجوجه يفوجه ماشي من عادي انني نرجع الشر بالشر للناس حيث عربة بلي انه مولانا خير ومتقيم واحد النار غادي تقول نمو بلي انه فلا نرى ت بقى في الحال على ذيك مرته لان ادت واحد الانسان اللي كان غادي تعدى على بنت صخيرة وغادي يولد ولاد اللي اللي هوبهم ديه البحال هكاك ولم تأكدب اللي انا وهد شي ما غاديش يخليه يرتاح في حياته يا دابا يا من بعد فوق ما يتفكرني فوق ما يلقاني فوق ما جلدرهم غادي تفكر ذاك شي اللي ذار ليه انا نقص الحمد لله ذيك المرحلة غير هو عافكم ما تبقوش تسكتوا على بحال هذه الأمور وما تخافوش لانه في حال هذه النوع خاص والحبس حيث اذا انت سكتي وانتي سكتي اتشي غادي تولي في السيبة وهذه هي كانت حكيتي كانت من انكم تكونوا استفدتم منها وهذه هي كانت حكاية هيبة حكاية فعلى للعبرة خصوصا اننا في واحد الزمان اللي ماشي سهل وبقاش في شي حاجة اللي يسميتها بحال خوك بحال عمك بحال جارك بحال بحال لا الزمن اللي وصلنا لي اليوم والتي يخلع ضروري نحرص على حماية ولداتنا من هال الدئاب الوحشية اللي متشرة في اي بلاسة ونقدروا ما نعرفوهاش ايضا نحرص على للتواصل الصحيح مع ولداتنا باش انهم يقدروا يؤمنون على الاصرات جيلهم واذا لا يحفظوا قاعد شي حاجة بحالكة ما يخافوش ويقدروا يعودوها لنا هذه كانت حكايتنا الليلة كانت من لا تكون نالت اعجابكم وصفتتم منها عبرة خليوا شكلي مزوينة شكر لهيبة لانها شركتنا الحكاية ديلها انفيقوا فيها بعضنا دومتم في رعاية الله وحفظه لا تنسوش انكم تججعوني بالتقطع على زر الاعجاب دومتم في رعاية الله وحفظه نطلقوا بعد غضاء ان شاء الله في نفس السوقات سلام سلام